اشتركوا في القناة ووقات القرآن الكريم تحديدا ضمن برنامج الخطاب القرآني طريقة واسلوب وفي هذه الحلقة ان شاء الله تبارك وتعالى نكمل وإياكم في موضوع أخوة حابيل وقابيل بين التقوى والحسد في جزئها الثاني مع فضيلة الأستاذ الدكتور علي عبد الفتاح المتخص في الدراسات القرآنية مرحبا دكتور وحياك الله أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ عباس الموقر والسلام عليكم أيها المشاهدون الأكارم ورحمة الله وبركاته أسأل الله لك التوفيق والسداد ان شاء الله تبارك وتعالى كما سنقدمه اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى فيما مضى فضيلة الدكتور كنت أياك قد وصلت إلى قولك تبارك وتعالى إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار هذا الكلام كان على لسان هابيل عليه السلام موجه به إلى أخيه قابيل وهنا تطرح عدة إشكالات من ضمنها إشكاله ما يختص بأنه هل كان مسوغا لهابيل عليه السلام أن يوكع أخيه قابيل في ارتكاب الإثم أم ماذا؟ هذا ما أطرح إشكال تقيقة جدا باعتبار أنه والذي أبدأ الكلام قال أنه يريد أن تبوأ بإثمي حتى تقتلني وتكون من أصحاب النار لماذا لم يدعوه إلى الإصلاح أو يدعوه إلى التقوى بدلا من ذلك تضر الدكتور شكرا جزيلا بدءا وقبل الخوض في الإجابة عن هذا التساؤل المهم جدا سألني أحد الإخوة المؤمنين أمسي في لقاء عام عن بسطة يقول لما قلت في الحلقة بسطة بصات فزاده الله بسطة أو زاده الله بسطة والبسط بالسين والطاء بعد الباء تلفظ السين صادا وتلفظ سينا أقول بسطة وبسطة ولا مشكلة في ذلك لأن السين ترافق مخرج الطاء في الاستعلاء فتتحول إلى صاد ويتطابق المخرجان في بسطة العلة ليست بالسين ولا بالطاء العلة بالتاء التي يجب أن تنطق في بسطة لا توجد تاء تستعل السين لتصبح صادا فأقول بسطة وأنطقها سينا وأنا على صواب أقول بسطة وأقول بسطة أما بسطة لاحظ بسطة بسطة يضيع صوت التاء تماما في التلاوة إلا إذا قلت بسطة ولا أقلق للطاء مطلقا لأنني في القلقلة سأضيع صوت التاء وستتركب شدة على الناطق على لسانه في هذا الأمر نحيك عما تكون الغلق هذا في أحرف قطب نعم وأنبه أيضا أنه لا إشكال في النطق الاعتيادي الذي ليس بتلاوة هو يعني قال تلاوه في مورد القراءة نعم هو سألني أو قال هذا سيلتبس بالبسط فقلت له أيها الكريم لا يوجد بسط بمعنى الضرب في اللغة العربية الفصحة أبدا هذه لفظة عامية نستعملها نحن نقول بسط الأبو ابن بسط فلان فلان هذا أيضا بمعنى أنه أباح لنفسه ضربه من الانبساط وربما استعملت هذه اللفظة الدارجة من الانبساط والفرش والتمكن عموما هو لئن بسط بإضعاف الطاء وإظهار السين وإظهار الطاء إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك باء يبوء إذا رجع بالشيء أو إذا عاد به باء المسافر ببضاعة إذا عاد بها باء التاجر بربحه إذا رجع به هذا الخطاب من هابيل عليه السلام لا يعني أنه قد مكن قابيل من قتله بطوع نفسه إنما القرآن كتاب اختصار وكتاب إجمال أما التفصيل فوصل إلينا بالحق كما جاء القرآن بالحق عن النبي صلى الله عليه وآله حصرا إجمال القرآن بلسان النبي صلى الله عليه وآله تفصيل القرآن قطعا بلسان النبي صلى الله عليه وآله وكل شيء يزيد على هذا الإجمال لا يؤخذ به البتة وما تركه القرآن يترك من حجم النص ومن ظاهر اللفظ لكنه لا يترك بالتفصيل الذي يأتينا تبيانا على لسان النبي صلى الله عليه وآله لما يسأل عنه قطعا إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك هذا يدل على أن حوارا مطولا سبقا نعم قد رافق هذا الشجار ورافق هذا الإقدام المسالم لا يرد بالمثل المسالم لا يحارب لا يقاتل المسالم يحاور ويدافع فإن سنحت الفرصة الإقناعية للخصم أن تؤثر نجح هذا المسالم بأدائه وهذا ما كان عليه الإمام الحسين عليه السلام ونحن في حضرته الآن نستلهم منه أن نكون مسالمين ما استطعنا عندما دعا نعم عندما أراد إلى القوم أن يكون أهل عقل ورشاد أن عودوا إلى أقولكم إلى عروبتكم إلى حريتكم أن عودوا إلى عقلكم أن عودوا إلى وقاركم إلى إنسانيتكم لم يبدأ بالقتال وعندما أراد أحد أصحابه أن يبدأ نهاه أن يبدأهم بالقتال وعندما جاءت رسل القوم بسهامهم ونبالهم شكلوا ترسا عليه وصدوا ما استطاعوا صده ولم يقدموا على الرد إلا بعد أن رأى الإمام الحسين عليه السلام أن القوم لا عقل لهم ولا يستقبلون نصحا ولا حوارا ولا إرشادا إذن هو بعد أن فقد الورقة الأخيرة في إقناع أخيه ألقى عليه اللائمة الأخيرة بهذا القول إني أريد أي أنا لا أريد قتلك ولكنني سأدافع ما استطعت فإن تمكنت مني فإنني بعدم تمكني من إقناعك بالمسالمة فإني أريد أن تعاقب وإني أريد أن يسمع العالم فيما بعد أن المجرم لن يفلت من العقاب ولن يفلت من العذاب وإني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي سيتحمل القاتل جريرة جرمه وسيحمل وزر من قتله لأنه حرمه من أن يبقى على قيد الحياة ليكفر عن ذنبه وهذا إن لم يكن يعني هابيل عليه السلام لأننا نعتقد أنه صالح وأنه نبي وأن له من العصمة ما له فإن الأمر يعني الإنسان الاعتيادي الذي يذنب ويسيء فعندما تأخذ نفسه على حين غفلة بقتل عمد فإن القاتل سيتحمل إثم جريمة القتل وسيتحمل إثم حرمان هذا المقتول من سني عمر كان يمكن أن يكثر فيها عن ذنوبه والأمر متروك إلى إرادة الله سبحانه وتعالى هنا فضيلة الدكتور هو صنفه فقال فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين أولا هذا الحوار هذا قبل أن يقتله وصنفه نعم هذا يعني أن النار موجودة معروفة وأن النار لها من تريد صحبته وهي صحبة عذاب أبدي سرمدي وهذا التصنيف فتكون من أصحاب النار هل له علم بأن هناك فرقة أو أمة أو جماعة صنفوا بهذا التصنيف حتى قال بذلك أي دولة على هذا الشيء نعم أولا ما علمه آدم عليه السلام قطعا قد علمه هابيلة عليه السلام فهذا العلم اللدني لا يبقى حبيس آدم عليه السلام أو حبيس حفيظته أو شخصه لأنه علم ما علمه ليعلمه أبناءه ولم يكن ليصل إلينا ما وصل إلا بالتعليم الأول لآدم عليه السلام فإذن هو على بصيرة من وجود النار على بصيرة من وجود أصحاب لها وعبر بلفظ الأصحاب لأن الصاحب يشاكل صاحبه ولأن البيئة تريد أصحابها فالجنة لها أصحابها ولا يمكن أن يكون من أصحاب الجنة من صاحبته النار في الدنيا فالنار تسير مع صاحبها في الدنيا وإلا كيف استحقت أن يكون هذا صاحبها لو لم يكن قد ارتكب الآثام والمعاصية في الدنيا وعبارة المصاحبة تأتي من الصحبة والصحبة لا تكون إلا للمتآلفين للمتوائمين للمتقاربين للمتحابين وهذه لفظة قد اختصرت دلالات عميقة جدا وإحاءات واسعة جدا تدل على أن النار لا يستحقها إلا من صاحبها في الدنيا نعم بأعماله مذ معرفته الميزة بين الحق والباطل وأن الجنة تستدعي أصحابها مذ أن عرفوا الميزة بين الحق والباطل وختمها كما ورد في النص القرآني وذلك جزاء الظالمين إذن ثم تظالمون وثمت أصحاب للنار إن كان قد وجد هؤلاء أو إن كان في العلم اللدني أنهم سيوجدون بعد فإن نتيجة القتل والقتل القائم على النية فإن نتيجة القتل ونتيجة النية ستولد أجيالا من القتلة وستولد أجيالا من أصحاب النار ستولد أجيالا من الظالمين ممتاز رغم ما تفضلت به واستنطاق للنص بأن هابيل عليه السلام قد أعطاه هابيل عليه السلام أعطاه فرصة بأن يراجع نفسه نفسه بأن يتدارك أمره حتى لا يقع في إثمه فيكون من أصحاب النار ويعز ذلك إلى صنف الظالمين كذلك كل هذا لكن نفسه طوعت له وغبته على الاستكبار وعلى تحويل تلك الصفة الذميمة صفة الحسد الروحية النفسية إلى أن تكون أدائي فطوعت له نفسه نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين هو هنا يعني أوعز له القرآن عدة تصنيفات منها أنه من أصحاب النار ومنها أنه من الظالمين وهنا يأتي إلى أنه من الخاسرين بالإضافة إلى أنه قاتل فطوعت فضلية الدكتور ما معنىها أولا يعني لفت نظري هذا النظم وذلك جزاء الظالمين ما الجزاء أن يتحمل القاتل إثم جريمة القتل والآثام التي للمقتول فيتمحص يتمحص بها المقتول خالصا لله يأخذنا إلى قولي تعالى من قتل نفسا نعم فكأنما قتل الناس جميع هذا تحمل لإثم العالم كله وكأنما نفوس العالمين كلها قد صارت في رقبة القاتل فالجزاء هو تحمل هذه الآثام العظمى التي لا يعلم عقابها إلا الله سبحانه وتعالى جيد فطوعت ألفت نظر المشاهدين الأكارمي إلى براعة اللفظ القرآني في الإحاءات طوعت على وزن فعلت من الفعل طوع وهو فعل مضعف العين ولدينا فروق ليست بالقليلة بين وزن فعل وفعل وأفعل وفعل طوعت من الوزن فعل يراد بالوزن هنا التدريج في إيقاع الحدث أذن هناك حوار هناك صراع نفسي كان لدى قابيل بين نفسه بين نفسه الأمارة بالسوء وبين ضميره الحي وهو جبلته الحية السامية النظيفة التي جمع الله سبحانه وتعالى التي تصارع نفسه الأمارة بالسوء فكان يميل مع ضميره وعقله الراجح الذي يرى أن هابيل عليه السلام أخوه وأنه وصية أبيه وأن الأخوة لا تعديلها كنوز الأرض وأنه هذا مكان قبل قربان عند الله نعم وهذا هو ما يردع نفسه الأمارة بالسوء التي تدفعه حسدا وتدفعه كرها وبغضا وحقدا إلى قتل هابيلة طوعت بهذا التدريج من التفكير الذي جاشت به نفسه مذ رأى سماء الوقار وسماء الاحترام والتوقير والتبجيل لهابيلة بين يدي والديه من جهة وبين يدي من في محيطه آنذاك من جهة أخرى قابيل لم يكن طوع عقله الراجح وضميره ليكون مع هابيلة إنما غريزة ولذلك أقتنص من هذا التركيب ومن هذه الدلالة العميقة نصيحة للمجتمع للأخوان بعد النصيحة لنفسي أنك إذا رأيت أخاك ناجحا إذا رأيت ابن عمك ناجحا إذا رأيت جارك ناجحا فكن سندا له كن عونا له بالذكر الطيب بالمحضر الطيب في غيبه في حضوره كن جليسا له إن سنح لك الوقت لا تكون حربا عليه لا تكون همازا لمازا مشاء بنميم لا تكون حاقدا عليه لا تكون قالبا للحقائق من نجاحه إلى إفشاله بزعمك وافترائك المجتمع لا ينجح بالحسد والحقد والتكذيب والتضليل فحبل الباطل الذي يجتمل على هذه الصفات كلها قصير ومقطوع لا معهد نهايته خسران نهايته الخسران فطوعت له نفسه بعد هذا الصراع بين عقله وضميره الحي ونفسه الأمارة بالسوء غلبت نفسه الأمارة بالسوء عقله وضميره الحي فأطاع فأطاع نفسه الأمارة بالسوء فقتل أخاه هابين فأصبح من الخاسرين جاء التعبير بأصبح لماذا؟ ليس لدلالة وقوع الجريمة في الصباح وهذا وهم من بعض المفسرين إنما إنما التعبير بأصبح تحويل ويدل على الانكشاف الباهر الذي لا يمكن أن يستره ساتر مطلقا فالصبح يكشف كل شيء مجرد أن ارتكب هذه الجريمة نعم إذا أسفر الصبح انكشفت الأشياء وظهرت الأشياء ولم يعود الليل الذي كان ساترا لها قادرا على العود مرة أخرى ليسترها يعني هو كان قابل إلى قبل أن يقع في ارتكاب الجريمة كان في ستر الله وكان ممكن أن يرجع إلى ستر الله سبحانه وتعالى كان ما يزال ما ارتكب الجريمة انكشف أولا باء بإثمه وإثم أخيه أصبح من الخاسرين صار صاحبا للنار صار طائعا ذليلا خاضعا خانعا لنفسه الأمارة بالسوء وانكشف بعد إحداث القتل وانكشافه لم يكن انكشافا ساميا بل انكشافا بالخسران والخسران هو الفشل وهذا فضيل الدكتور يعني قبل أن نصل إلى النص 31 لكن يعني أخذها كفرصة فأصبح من الخاسرين ثم فيما بعد ذلك قال فأوالي سوء أتأخي فأصبح من النادمين إصبحوا آخر انكشافوا آخر بالضلال وهذا الندم حسنا فعلت أني التفت إلى آخر النص الذي يليه حسنت إظهار الندم هنا وانكشافه فأصبح من النادم يدل على دلالة فطوعت هذا الفعل طوع الذي يدل على الصراع الداخلي صراع الذات بين النفس والعقل الراجح فغلبت نفسه الأمارة بالسوء فأحدث الجريمة ثم غلب عقله الراجح وضميره بعد وقوع الجريمة بإظهار الندم والحسرة على ما فعل ولكن الندم لم يعد نافعا هنا ولذلك من المعيب على المجرم أنه بعد كشفه ويلقاء القبض عليه وإظهاره بوسائل الإعلام عندما يسأل ماذا تقول للناس يقول أنا نادم على ما فعلته وأنا أنصح الذين قد ضللوا وجاءوا إلى هذا الطريق طريق الإرهاب طريق القتل طريق السرقة طريق التزوير هو ينصحهم صار ناصحا طيب لما لم تنصح نفسك قبل أن تقع في هذا الجرب فقوا أيها الأكارم نعم لولا أن يد العدالة تطال هؤلاء المجرمين لما صدر عنهم هذا الندم بعد حين ولذلك يصر الإنسان جاحدا ومتجرئا يوم القيامة على إنكار الذنوب من جهة وعلى إظهار الندم والحسرة واللجأ طالبا عفو الله سبحانه وتعالى ولذلك يخرسه الله سبحانه وتعالى وينطق منطق جلده ويديه ورجليه ثم يعترض يقول لما شهدتم نعم وقاحته تصل كما تفضلت إلى اعتراضه على جوارحه وإذن دكتور نقطة هنا هل أن الله سبحانه وتعالى في تلك اللخظة يمنح الإنسان كافة الصلاحيات العديدة في الدنيا حتى يبدأ يتعارض أو يعارض ويجعله في حكام الحرية لطالما سميت هذا أدب الله أنه أدب الله أنه خلق الله الله الذي يحاور من يشرك به فيقول له ولهم قل هاتوا برهانكم حتى في موضوع إبليس أنت أشركت بي لا بس جئني بدليلك على الإشراك وهو يستطيع بكون فيكون أن يمحوه من الوجود وأن يحوله قردا أو خنزيرا خاسئا ولكن أدب الله قد ردع أنفسنا عن أن نتجرأ نطلب السماحة والعفو بعد الخطأ لنعود إلى أنفسنا كي لا نرتكب الخطأ أساسا جميل أنتقل إلى النص الذي بعده هنا يأتي دور المعلم مع فارق التشبيه بسم الله الرحمن الرحيم فبعث الله غرابي يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تأخي نعم تفضل دكتور البعث خلوا من السابق كلمة تطلق وتليق بالنبي وبالأنبياء جميل عليهم السلام أنا قلت مع فارق التشبيه نعم أحسنت فعندما نقرأ بعث الله غرابا فبعث الله غرابا هو الذي بعث في الأميين نعم قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا هذا ما وعد الرحمن والصدق البعث غير الإرسال وإذا سلطنا الضوء من مجهر الفروق الدلالية لا تحققنا من الفرق الكبير ولذلك أنا أشكل على من يفسر الإرسال بالبعث ويفسر البعث بالإرسال هذا المعاني الدارجة قرأت والله أعلم أن الإرسال لا يكون إلا عندما يكون المرسل قد حمل أمانة وهي أمانة يبلغها أني مرسلة إليها نعم شخصا أو قوما آخر أني مرسلة إليهم والذي أرسل رسوله بالهدى الإرسال لا يكون إلا بيد مؤتمن فسمي الرسول رسولا نعم سمي الرسول رسولا لإتمانه على أمانة يؤديها وهي الرسالة نعم أما البعث فلا يتضمن رسالة يحملها قدر ما يتضمن كتما وحجبا لشيء لم يكن قد أثر عنه أنه سيأتي بهذه المفاجأة مهم للتقريب جيد الرسول يعيش بين بهراني قومه نعم وهم يعرفونه فيأتيهم بالأمانة من الله سبحانه وتعالى يبلغها إياهم و يستهديهم بها فمن يهتدي فلنفسه ومن يضل فعليها سمت البعث يكون لمن غاب عنه هذا الرسول ولم يسمع عنه قط فيكون مبعوثا عندما يكون قد غاب عن أنظار الآخرين وعن أسماعهم جميل ويكون مرسلا ورسولا عندما يكون معروفا ولكنه يأتيهم بالأمانة التي غابت عنهم فهو مبعوث بالأمانة التي غابت عنهم وهو رسول لمعرفتهم به جيد فبعث الله غرابا هذا البعث لما يظهر فجأة وكأنه كان مستورا ومحجوبا لم يكن لدى قابيل علم برؤية غراب فيما مضى قد فعل هذه الفعلة قالوا من بعثنا من مرقدنا هم فجأة نفخ في الصور فجأة نهض هذا البعث لم يكن قد قدمت له مقدمات سابقة وأخبرت أنفس بأنها ستبعث ولذلك جاءت عبارة مفاجأة معبرا عنها ببعثنا هذه فيها نغات كثيرة فطير الدكتور أودا أسألك بها ولكن اسمح لي أن أخذ فاصل وبعده إن شاء الله نواصل معك تحتمة الحديث من أي تورك والتعالى سادة الكرام يبقوا معنا ولكن بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رحب بها ترجمة نانسي قنقر للخطاب القرآني ورحب بكم أطيب ترحاب وتحية ورحب بضيفي أدام في هذا البرنامج فضية الأستاذ الدكتور علي عبد الفتاح مجددا تحية طيبة لك حياك الله أستاذ عباس قبل الفاصل كان بيودي أن أسرك عن تنكير قوله تعالى فبعث الله غرابا لماذا جاءت بهذا الأسلوب أو هذا الخطاب ثم بعدها يبحث في الأرض فضل الدكتور بعد أن وقفنا بما مكننا الله تعالى منه على دلالة بعث بعث الله غرابا هذا يعني أن هذا الغراب جاء بأمر الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يعني يقال خارج النص القرآني أو في النص القرآني فبعث الله الغراب لأن قولنا خارج النص القرآني فبعث الله الغراب يستدعي أن يكون الغراب هذا قد ذكر سابقا نعم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول دليل أنه كان موجود هذا الرسول عرف الثاني بأل لأنها أل العهدية التي يراد بها الرسول الذي عهد ذكره سابقا جميل أما هنا فبعث الله غرابا لا يمكن أن يقال فبعث الله الغراب لأنه لم يعهد سابق الذكر إنه غراب بعث أول مرة إنه غراب مبهم لم يكن معروفا إنه غراب جديد في مكانه وجوده جديد في إحداثه حتى وجوده لربما في القوة والساحة تماما جديد في إيجاده لهذه المهمة التي كانت خفية على قبيل لذلك أن أرى أن البعث يكون لما خفية وبما خفية ويؤتى به لما كان خافيا على قوم على إنسان على شخص لطيف أنا ذي سؤال هنا وسامحني أنا أسأل هذا لحدد ما نعرفه أو من يتطرق لي كلمة غراب فضلة الدكتور ما الجذر اللغوي لها وهل يحتمل هو هنا الطير أم شيء غريب لربما أعطى الدرس يعني من المعلوم أن الواضح أنه طهر لكن هل تحتمل أنها قد يكون لك شيء غريب من الغراب لها علاقة دلالة لغوية لا لا صلة لكلمة غراب كونها جاءت بالتنكير طبعا هو من الجذر العام من الغين والراء والباء الذي يأخذ منه الغرب والغروب والغرابة والغريب ولكنه المقصود هنا هو الطائر الطائر الذي نعرفه اليوم هذا الطائر الذي على صنفين رئيسين الأسود تماما والأسود والأبيض نعم كما هو معروف طيب لهذا الطائر دلالة طبعا لم يكن غير نجد في القرآن الكريم هناك ميزة جميلة جدا ربما الله سبحانه عرسها في كتابه الكريم فنجد الهدهد تارة يأخذ درسا أنت ذكرت أنه معلم فعلا في الحلقة هذا معلم مع العلم الناس تشاءم من الطيور بعض الطيور هذا ما أردت ذكره عن الغراب نعم والجميل فضلة الدكتور هنا أننا نقرأ أن الكلمة كلمة اسم هذا الطائر أو المفردة الطائر سبقتها لفظة جلال الله فهذا التلازم أكيد له دلالة قرآنية وله بقار وقيمة أعظيمة في اللفظ فبعث الله ورابا في قوله تعالى ناقة الله والسقيا اكتسبت الناقة هنا قداستها بهذه الإضافة وضيفت إلى لفظ الذات المقدسة فصارت مقدسة لذلك الآن مثلا نحن عندما نأتي إلى المراقد المقدسة وهي مشاهد مقدسة نعم فإننا عندما نقبل حجرها وأثاثها ونقبل الشباكة فنحن لا نقصد إلى هذا المبني إنما نقصد إلى من أدى إلى توقير هذا البناء وما فيه عظيم ولو اقتلعت حجرة من هذا البناء ونقلت إلى مكان آخر لم تعد ذات شيء يعتد به لدى عاقل متبصر لأن المكان الذي نالت به هيبتها وقدستها وشأنها قد فارقته فالعبرة إذن بما تكتسي به الأشياء قداستها ناقة الله الناقة العادية الناقة العادية لا قداست لها إنما هي آية من آيات الله لكن الناقة التي اختصت بقوم صالح عليه السلام نالت هذه الهبة الإلهية فهذا الغراب الذي نعهده في هذا النص نال هذا الشأن لأنه مبعوث من الله لعمر الله سبحانه وتعالى فبعث الله فقطعا هذا الغراب ملهم هذا الغراب موحى إليه بالطريقة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أن يكلف هذا الطائرة هذا التكليف ثم تفنان عراقي كبير لا أذكر اسمه يتخذ من الغراب رسام وهو طبيب في الوقت نفسه يتخذ من الغراب بإمضاء له يعني تعرف هذه اللوحة لهذا الفنان العراقي العالمي بهذا الغراب الذي يجعله في كل لوحة يكمل رسمها وأعتقد أنني شاهدته مرة وقد سئل أنك تستعمل هذا المضاء وهو دليل شؤم هذا على حد قوله نعم هو قال يقرأ قراءتين أنه طائر شؤم لدى من يقرأه الله وأنه رسول رحمة لمن يقرأه قراءة أخرى أنا أرى وبصريح النص القرآني كما يرى كل متبصر أن خلق الله لا شؤم فيه نحن الذين نجعل من هذا الشيء متشائما منه نحن الذين نتطير بهذا الطائر نتطير بهذا الشخص نتطير بهذه الساعة ولكن الله تعالى عندما قال إن كل شيء خلقناه بقدر نقر أن خلقة الغراب وخلقة هذا الغراب تهديدا إنما كانت بتقدير إلهي والله لا يريد شؤما لخلقه ولا لعباده فعلا يبحث لماذا جاءت هذه المفردة طبعا البحث هو الحفر بحث الباحث إذا درس في المظاني في المصادر في المراجع ليستخرج ضالته العلمية ليستخرج المعلومة التي يبحث عنها ليؤلف بين النصوص كي يصل إلى فكرة علمية استنتاجية جديدة حتى إن ابن جني في خصائصه قاربة بين أحرف بحث وبين الدلالات الحقيقية التي نعيشها فالباء كالضرب على الأرض والحاء هو الحث والعمل على استخراج التراب والتنقير والثاء هو نفث التراب ونعم تطاير الغبار هكذا حتى يصل الطائر وهو يبحث كل مفرد هذه الألة في أرض وكما تسمى يعني الدجاجة والطائر بالحافر نتيجة البحث والباحث والبحاث نتيجة البحث والتنقير في الأرض إذن البحث هو العثور على الضال على الضال واكتشافها فبعث الله غرابا يبحث في الأرض هنا البعث والبحث تلاءما وتواءما وربما أنت أشرت إلى هذا الأمر جميل قبل حدد الأرض الدكتور لموالاة الدفن الرسمي منذ بدء الخليقة طبعا إني جاعل في الأرض خليفة يبحث في الأرض فيا قابل يا من أقدمت على هذا الجرم إنما جرى اختيارك لعمارة هذه الأرض لا لإفسادها نعم ولا لتكون عامل جرم على إهلاك من عليها يبحث في الأرض بدلا من أن يكون هذا الغراب قد أوصلك إلى درس تسمو به على الأرض صار يحفر جوفها الله فإذا أسأت قبيلك جوفها وإذا أحسنت وأبدعت سموت على أديمها الله وعلى ظاهرها فثمت فرق كبير بين أن يكون الإنسان ساميا على نجد الأرض وظهرها عظيم وبين أن يكون في الحضيظ قد دفن سموه بجرمه لا أقصد دفن الجسد الميت إنما أقصد هذا الفعل الذي يوصل الإنسان الذي يراد يراد به تراد به الكرامة ويراد به السمو أن يصل هو بعمله وبإرادته إلى أن يكون متفونا في الأرض يبحث في الأرض ليريه والإراءة هنا هي الدرس الذي بعث لأجله هذا الغراب كي يكون معلما لهذا الخاطئ لهذا المجرم أو عن الحال الذي جرى نعم كيف يواري يواري سوءة أخيه وعبر سوء عبر عن هذا الجسد الكامل بالسوء لأن قابيل تماما هنا في هذا النص قد أساء بفعله إلى أخيه فأصبح هذا الجسم الذي كان ينعم بالحياة ساميا حيا أصبح سوءة للسوء الذي ارتكبه قابيل وأظهر هذا الجسد المسجى على الأرض سوءة قابيل بسوءه الذي فعله وهي لفظة قد اكتنزت إحاءات دلالية واسعة جدا شملت المسيئة بفعله وشملت المقتولة الذي لم يعد له ذكر بسبب الإساءة إليه طيب قبل أن أنتقل إلى قول قابيل عندما قال يا ويلة أعجست هل أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي الدرس من خلال هذا النص القصير أكذا أقول أنك أيها الإنسان بحاجة لأن تتعلم من باقي خلق الله تعالى أولا هذا خطاب الندم فطوعت من النادمين يا ويلة أعجست هذه عبارات الندم التي أفصح عنها الفعل طوعت نتيجة الصراع الذي كان يجري بين النقيضين بين النفس الأمارة بالسوء وبين العقل الراجح والضمير الحي مظيم يا ويلة هنا أنبه اللغويين كبيرهم وصغيرهم عندما أقول يا ويلة فهذا تركيب كامل لا أجزئ يا أداة نداء لأن تكون نداء لأن وإن كانت أداة نداء فهي ليست للنداء الحقيقي إنما النداء الحقيقي أن أقول يا عباس لأن هذا مفصول نعم لأنني أنادي ويكون مناذة بعدها علم نعم شخصا يقدم علي لإنقاذي لنجدتي لمساعدتي للفت نظره يا ويلة هذا تركيب يراد به استحضار الدعاء على النفس كل الاستحضار للنازلة التي نزلت يا ويلة هو يدعو على نفسه يقبحها يدعو عليها بالهلاك يا ويل نفسي يعني من الويل هنا نعم ولكنه تقوله ويل للمطففين نعم يا ويلة يا ويلي يا ويلة بالتاء للأسى ولإعلان النهاية دليل لحقها في الأخير في الندم قالت هيت لك انتهاء فعل التهيئة هذا انتهاء اسم الفعل هيت بالتاء يدل على النهاية المنبسطة التي سخرت بها كل المغريات ليوسف عليه السلام التاء صوت مهتوت صوت ضعيف يدل على الوهن يدل على التسليم يدل على الانبساط جيد يا ويلتها أعجزت دعا على نفسه بكل ما أوتي الداعي على نفسه بالإهلاك نعم أعجزت ما سبب هذا الدعاء هو يسأل نفسه أولا دعا على نفسه باستحضار الويل كله جيد وباستحضار الهلاك كله فقال يا ويلتا يا بشرى هذا غلام هو ليس نداء للبشرى والبشارة هو ليس نداء أبدا نعم يا ليتا قومي يعلمون بما غفر يا ليتني ميت هو ليس نداء لليتا ليتا حرف لا ينادى هذا تركيب يا بشرى استحضار للبشارة كلها يكون مستقل بذاته دكتور طبعا يا ويلتا استحضار للهلاك كله بالدعاء على النفس لكل ما فعل نعم أعجزت أن أكون مثل لاحظ هذا الغراب هنا جاءت أل نعم هذه الأل التي للتعريف هي أل العهدية التي تدل على أن الغراب المقصود هنا هو الذي عهد ذكره سابقا وهو المبعوث وبالإشارة هذا نعم أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الإنسان الذي يريد الدنيا الآن الحاكم الظالم المدير الظالم الأب الظالم أسرته الأخ الظالم إخوته المسؤول الظالم رعيته كل منهم يريد الإمساك بزمام الحكم كل منهم يريد جلب الأموال كلها إلي ولكنه على حين غفلة يفقد كل شيء ولا يقف بين يديه شيء ينقذه مما هو فيه أعجزت أن أكون يتصاغر أيما تصاغر أمام حيوان فلا يكون بشأن هذا الحيوان الذي لن يعذب ولن يحاسب بل سيأتي يوم يقف الإنسان ذليلا بذنوبه ويقف الحيوان مجتكيا عليه بين يدي الله وإذا الوحوش حشرت في قراءة من قراءة هذا النص أن الحيوان الذي يضرب ويعذب ويهلك وتسلب أسرته يأخذ ابنه يقتل أمامه يسأل الإنسان سيلجأ إلى الله تعالى حتى في الفقه فضيلة الدكتور لا يجوز في الفقه الإسلامي الصيد بلا مدفع أصلا ولذلك أنا أنصح أحيانا بعض الأصدقاء والنصيحة صارت مدعاة للزعل وللقطيعة أحيانا عموما لا يهم المهم أنك تقول الحق أقول إذا خرجت للصيد وكثير من الأصدقاء وكثير من من نرى يتباهى بنشر صيده على وسائل التواصل وهو ثري متمكن يتمكن من أكل ما لذ وطاب من الطير ومن المشويات فيصطاد الطير لأجل التسلية بالصيد متباهي وهذا يلفت نظري إلى شيء آخر أخلاقي وعذرا ولكنني أجده لزاما علي هؤلاء الذين يسترزقون ببيع السمك في الأسواق وفي الشوارع العامة يحملون السمكة الحية ويرو المارة أنه يبيع سمكا حيا هو لا يفهم مدى العذاب الذي تعاني هذه السمكة عندما تصارع بين الموت والحياة بين يديه لأنه حرمها الماء هناك طريقة مشروعة لبيع هذه السمكة العذاب الإسلامية ولقتلها ولإنهاء الحياة فيها وهي معروفة لدى الباعة لماذا أنت تعذب هذه السمكة التي لو امتلكت لسانا لأخبرتك بمدى عذاباتها وبمدى صراعها لذا أنصح هؤلاء الذين يجهلون هذا الأمر أن لا يعرض السمكة الحية بهذا الإذلال كي يدللوا بها للمشترين لديك طرق طرائق كثيرة مشروعة لهذا الأمر جيد بدقيقة فضيلة الدكتور فأواري سوأ تأخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسنا بالبينات ثم أن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفين فأواري دكتور بكلمات طبعا ذكر بني إسرائيل في هذا النص لأنهم الأكثر إجراما مثكانوا على الأرض إلى يومنا هذا النص لا يقتصر عليهم هم فقط النص عام النص يشتمل على بني البشري كلهم لكن ذكر بني إسرائيل هنا جاء إشارة إلى عداوتهم للأنبياء والمرسلين والمشتبعات والناس عام هم يريدون الخلق أذلاء بين يديهم ولذلك نبههم الله تعالى من أجل ذلك أي من أجل إحياء النفس كتب عليهم أن الذي يجرم فالذي يقتل نفسا واحدة فسيبيد الناس كلهم فضي الدكتور شكرا جزيلا لك ولكل ما تفضلت به شكرا جزيلا لك سادة الكرام هذا ما تسمح بوقت هذه الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا لكم اشتركوا في القناة